السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مصر و السلام علي محمد بسم الله نبدأ بشر القاعدة The passive The passive يعني المبني للمجهول يعني عندي هذا المثال علي أكل التفاحة علي هو الفاعل وأكله هو الفعل والتفاحة المفعول به لما نحولها مبني للمجهول ما يهمنا الفاعل بقول التفاحة أكلت ما نذكر الفاعل يأنه مش مهم أو أنه لم يذكر نفس المثال هذا هو علي أكل التفاحة في درسكم هنا لما تحولونا المبني المجهول أشوف أنا حالة الفعل هنا عندي أي زمن زمن المضارع ليه؟ الزمن المضارع نضيف نضيف للفعل إذا الفاعل مفرد يعني المفعول به أحطه بالبداية The Apple تريني The Apple بعدها نضع لازم الفير بي المناسب في هذا الزمن عندنا هنا هو مضارع فنضع هنا على حسب اللي قبله هنا عندنا The Apple مفرد فبكتب هنا إز لو هذا جبع بكتب هنا أر أبل إز لازم نضع الفير بي المناسب إز بعدين الفعل أحوله إلى التصريف الثالث في كل الحالات المبني للمجهول نحول الفعل للتصريف الثالث تصريف الثالث كلمة في بعض الأفعال سهلة بس نضيف لها يعني ما عندها التصريف الثاني والثالث اللي هي الأفعال المنتظمة نضيف لها بس إي دي مثل كلمة كلمة تصرف بس نضيف لها إي دي بس في بعض الأفعال لا تتغير تصريف الثالث تصريف الثالث أنا أكصد فيه هذا العمود الثالث تسمونا Pass Particible وهو التصريف الثالث للفعل يتغير بالقاعدات اللي قبل استعملنا حنا هذا العمود مع الهاز والهاب دائما معها التصريف الثالث في قاعدة البسف نحول للمجهول نستعمل هذا العمود يعني عندي أول حالة إذا هي جملة الزمن إنها مضارع لما نحولها إلى بسف مبني المجهول آخر Object هذا الأوبجيكت نجيبه بالبداية بدن يأز يقار على حسب هذا هنا مفرد فنختار الز نقول Apple is والفعل نحولها للتصريف الثالث هنا عندنا التصريف الثالث Eat تصير Eat طيب لو جاتنا جملة أساسا هي ماضي يعني علي أكل التفاحة أمس Next الترتيب أخذ Object هنا The Apple وبعدين الفعل المساعد هنا إز أر عشان مضارع هنا إز أر تصير يوير على حسب الأوبجيكت عندنا هنا الأوبجيكت أسحب ببداية The Apple بعدين يواز هنا لأنه مفرد فاكتب أنا واز The Apple واز والفعل مرة ثانية حوله للتصريف الثالث للعمود الثالث طيب لو الجملة عندنا Present Perfect يعني المضارع التام اللي يكون فيها هاز هاف والتصريف الثالث تقريبا نفس الترتيب نشوف هنا الترتيب عندنا The Object اللي مفعول به نقول هي تجيبه هنا بالبداية The Apple طيب الهاز نفسها موجودة هاز لأنه مفرد الهاز بعدين الإضافة اللي بنتكتبونها من عندكم هاز بين تنضق بن هاز بن وبعدين نفس الفعل هو الفعل أصلا هنا مع المصرف للتصريف الثالث فالنزل زي ما هو يعني هنا شنسوي Object بعدين هاز بدن بن تضيفون بن عندنا الـ Object هنا هاز هاف متى نستعمل هاف إذا كان عندنا الـ Object جمع هنا لو هنا هذي Upples The Upples بنقول The Upples Have Been آخر حالة عندنا لما تكون الجملة للمستقبل علي Will Eat The Upple يعني علي سيأكل التفاحة نشوف هنا عندنا نفس الـ Object نجيب بالبداية The Upple بعدين Will Be ها أضفنا هنا Be Be وبعدين الفعل نصرف للتصريف الثالث هنا الترتيب الـ Object Will بعدين Be بدين تصريف الثالث اللي أنتو تضيفون ها حالكم تحفظون الترتيب زي هنا عندنا Be نضيف من عندنا هنا بين أما الباقي Is Are Was هنا عندنا Has Have هي أساسا موجودة يعني شنركز عليه في هذا القاعدة مثلا إذا جانا جملة نعرف هي أول شي أي زمن وبعدين نحولها عندكم الترتيبات نشوف هنا الفعل يكون مصرف للثالث أو يكون بالماضي فهنا Was Where طب هنا بتقولون كيف أنا عرف Was ولا Where ولا مثلا بيجينا Is كلها تناسب صح ما تجيكم اختيارات تتخربط بدين هنا التصريف الثالث أو يكون ماضي أدري هنا محول للمجهول هنا الهاز يجي بعدها البين تجينا مثلا الجملة وهنا ويل بعدها فراق هنا أشوف المبنية المجهول يكون هنا بي بس نقطة ممكن يعني مثلا زي كذا The apple is eaten ممكن أضيف في نهاية الجملة By علي الفاعل يكون في النهاية مرات تذكر هذه By يعني بواسطة أو الفاعل هذا أو مرات ما يذكرونها طيب عندنا هذا التمارين هنا عندنا cotton is in Egypt نختار اللي هو يكون ماضي طبعا هنا grow من الكلمات الغير منتظمة فتتغير فيقول grown هذا الماضي التصريف الثالث To the cake was نختار التصريف الثالث هنا eaten by the children يعني بواسطة الأطفال Fittable has been هنا عندنا has been بعدين التصريف الثالث أو يكون الماضي هنا عندنا blade the food will then هنا عندنا be الفعل يكون ماضي هنا be cooked by the mother نرجع للكتاب بيقول هنا عندنا the passive إنه يحتم ماذا حصل يعني what was done instead of who did it يعني عندنا الفعل غير مهم المضارع البسيط this car is made in japan simple past the suitcase was developed in the netherlands لاحظوا هنا الترتيب هنا is made ماضي لكلمة make هنا بس أضافوا ed على present perfect our products have been used by travels all over the world هنا عندنا have بعدين been مثال على future المستقبل a clean agent will be reduced in the future رتيب جدا مهم مفرق هنا عندنا have been will be هنا ملاحظة بس نستعمل كلمة by زي هنا إذا يبون يذكرون من هو الفعل عندنا القاعدة الثانية في هذه الصفحة comparison of adjectives يعني المقارنات comparatives المقارنة بين شيين superlatives على الكل الأفضلية مثلا عندي هنا bicycle الدراجة يعني الدراجة سريعة هذا هو الصفة fast وبعد اختراع السيارة نسوي مقارنة بين السيارة والدراجة the car is faster هذه الصفة نفسها fast اضفنا لها er faster than bicycle يعني إذا مقارنة بين شيين نضيف للصفة er وبعدين than شمعنا than than معناها من يعني عرف er مع than المقارنة بين شيئين عندنا one عندنا two نضيف حرف للصفة وبعد اختراع الصاروخ عندنا هنا نقول the rocket يعني الصاروخ is the fastest شوف اللاحظ اضفنا على الصفة اللي هي كلبة fast حرف e حرف s حرف t يعني افرق هنا عندنا er لا هنا عندنا e s t بعد اعرف هنا عندنا كلمة than مقارنة بين شيئين هنا عندنا الصفة لا اذا اذا مقارنة بس على الكل يعني عندي انا قارنت هذا الصاروخ على الكل على الدراجة وعلى السيارة وقل هو الاسرع يصير فيها the هنا لاحظ الصفة هنا لا ما فيها the هنا لا هنا عندنا the fastest المهم هنا عندنا اذا اسمين او شيئين الصفة اضيف لها er بعدين فيها than او اذا شفت than ادري ان الصفة بين شيئين اضيف للصفة er طبعا هذه في حالة ان الصفة قصيرة الصفة قصيرة يعني تتكون تقريبا من اربع حروف او خمس حروف او نفسها النطق يكون سهل زي كلمة fast clean high hot cold بس لو الصفة عندنا زي هذه صفة اكثر من خمس حروف او نفسها النطق عندنا كذا syllable يعني كذا جزء يعني مثلا اقول هنا expensive كلمة تعتبر طويلة طبعا الحين انا بقارن بين شيئين expensive هذه ما اضيف لا er لان هي اساسا طويلة اطول ها زيادة بعد expensive ازيد ها لا بقارن بين الكار يعني السيارة وال bicycle the car is more expensive than bicycle يعني الاحظ انا هنا اضفت كلمة more قبل الصفة يعني اذا الصفة طويلة اضيف لها more اذا مقارن بين شيئين اضيف لها more يعني than تيجي مع كلمة more وتيجي مع الصفة اللي مضاف لها er او اذا شفت انا than اضيف للصفة er بنقارن على الكل على الركت يعني الصاروخ يعني ما قارن بشيء ثاني يعني اذا الصفة طويلة مقارن على الكل يعني ما في شيء ثاني قارن في اضيف للصفة the must هذه the must ما تيجي نمثلا is must لا the must مع بعض مرة ثانية يعني دراجة غالية يعني السيارة اكثر غلاء من البايسيكل هنا يعني هنا الصاروخ هو الاغلى عليهم كله حاول تسول لنفسكم اختصارات يعني هذه الصفة اذا مقارن بين شيئين يعني شيئين اضيف حرفين اذا الصفة قصيرة اذا على الكل نقول the ونضيف est اذا الصفة طويلة اكتب كذا اذا الصفة طويلة اذا مقارن بين شيئين نضيف كلمة more اذا على الكل نقول the must يعني انا عارف هنا than than يعني مقارن بين شيئين يعني اذا شفت انا than اضيف للصفة اي ار او اذا الصفة طويلة مور وفي نقطة عندنا هنا عندنا على الكل مثلا دائما يكون فيها كلمة in مثلا بقول انا عمر عمر is the tallest boy in the class هو الاطول في الفصل دائما كلمة in تجعل الكل هذا بس مجرد تلميح كلمة in تكون دائما مع الصفة اللي على الكل انحل هذا التمرين عندنا هنا الا مقارن بين شيئين فنختار الصفة اللي فيها اي ار مقارن بين شيئين اللي انا my sister اللي بعد علي is the boy in the class اللي لاحظ هنا في كلمة in يعني على الكل وعند عندنا the فيكون oldest gold is ونشوف هنا than silver يعني مقارنة بين شيئين والصفة طويلة مقارنة بين شيئين والصفة طويلة نقول more expensive نشوف هنا عندنا المقارنة عندنا adjective اللي هي الصفة the hydrogen car is clean يعني السيارات الهيدروجين نظيفة comparative يعني السلوب المقارنة بين شيئين هنا it is cleaner than other models يعني هي أنظف من أضافة للصفة er أما السلوب اللي على الكل الأفضل هي it is the clean car of all هنا the bag is expensive it is more expensive than others هنا مقارنة بين شيئين أضافوا للصفة الطويلة more مقارنة بين شيئين وعندي لازم than هنا على الكل it is the most expensive bag هنا على الكل شبه هنا the must والصفة طويلة وعندي القاعدة الثالثة في نفس الصفحة هذه similar كلمة as هذا تنطق as as adjective يعني هنا الصفة وبعدين as هذا متى استعملها زي مثال بالعربي مثلا أحمد طوله مثله مثل أبوه شفت كلمة مثله مثل هذه كلمة as as طيب كيف شكل الصفة هنا الصفة هنا تجي السادة بدون er أو more أو must بدون ولا إضافة إذا شفت as as أختار يعني شيئين متشابهة مثال يعني يقولك في بعض الحقائب سعرها أو إنها غالية مثلها مثل السيارة شفت كيف الصفة شكلها جاتنا بدون ولا إضافة طيب كيف الترتيب هنا عندنا لازم قبل as الفيربية is يع هنا عشان ها مفرد نقول is is بعدين as بعدين الصفة بعدين as بعدين شيء مشبه فيه طيب لما أنا بننفيها يعني بنقول هو ليس بمثل يعني ما يشبه هذا الشيء not as as يعني أضع not أنا قبل كلمة as زي هنا the fold up bicycle is not as bulky as a regular bicycle هنا مقارنة بين دراجتين يقول إنها مهي بضخمة زيها فهين عندنا وين موقع not نكون قبل ال as not المهم هنا الترتيب عندنا as بدين نصيفها بدين as وعارف يجي قبلها is أو are طيب لابنن فيها مثلا قال change it to negative أو انفوها نضع not قبل ال as رابع قاعدة في هذا الوحدة عندنا كلمات التشبيه مثلا مثال أقول الحوت يبدو يعني look معناها يبدو look إنه يبدو كأنه سفينة smell يعني الرائحة العطر smell مثل الزهور رائحة الزهور sound sound يعني الصوت يعني sound مثلا أنا أقول صوت الجرس نفس مثله مثل العصفير هنا عندنا sound يعني الصوت test يعني الطعم مثلا طعم الشي نقول test بعدين like وبعدين الشي اللي هم يتكلمون عنه the new computer car يعني السيارات اللي بالكمبيوتر looks like a bug يعني شكلك إنه bug نوع من أنواع الحشرات كذا شكلك إنه bug طبعا قالوا looks لأن هذا مفرد أضرفوا لأس looks like يعني هنا هنا المهم نقول هنا looks like يعني ما أقول هنا مثلا smell like يعني رائحة السيارة لا أو sound like يعني صوت السيارة لا هنا يبدو إن السيارة looks like هنا that sounds like a good idea أعتبر كتشبيه للفكرة إنه فكرة رائعة تطبيق لقاعدة look smell sound test هذه الفقرة نحلها موجودة عندكم بالكتاب the new doorbell يعني يقول لك الجرس هل نقول له look ولا smell ولا sound ولا test هنا عندنا doorbell يعني صوته فهم نقول هنا sound طبعا نضيف لأس نقول sounds sounds just like a parrot يعني صوته مثل البروت يعني الطائر you look ولا smell ولا sound ولا test like a business man with that new haircut يعني يقول شكلك يبدو يعني يقول you look يعني تبدو كأنك business man يعني رجل أعمال I like this new fragrance يعني العطر it فراق like a rose عندنا rose rose اللي هو الزهور فبنقول هنا smell طبعا هنا بنضيف s للصفة نقول هنا smells it smells لأنه مفرد it smells like rose يعني كأنه ريحة rose اللي هو زهور this restaurant food doesn't هنا عندنا restaurant ويتكلم عن food فبنقول هنا taste like a home cooking يعني طعمه زي طبخ البيت you sound هنا sound يعني يكسدون إنه كنصيحة you sound just like my father and my mother يعني أنك تنصحني زي أمي وأبوي about things for advice and way شكرا لنصيحتك the twins يعني التوأم just like their mother don't you think هنا يقول أن التوأم look just like their mother إنهم يشبهون أمهم عندنا هذا ورقة شاملة للقاعدة the suitcase in Netherlands هنا عندنا أنه مبني للمجهول فالترتيب الصحيح هذا was وبعدين يكون ماضي was the woman ما يكون عندنا was والفعل بعدها عادي أو will وبعدين ماضي لا اللي بعدها clean engine produce in future وين الترتيب الصحيح للمبني المجهول إذا كان معه will نقول will be صح will be سامي سامي علي هنا مقارنة بين شخصين سامي وعلي فبنقول taller than إنه أطول من اللي بعد هنا عندنا my house is the neighborhood شوفوا هنا عندنا in يعني على الحي كله وين فوين الترتيب الصحيح اللي على الكل good the most expensive طب لو يعني لو بتقولوا more expensive more لازم يكون فيها than هنا ما فيها than صح فنستبعد هذه هنا expensive جايتنا كذا الصفة لا نستبعدها هنا the garden like jungle هنا يقول إن الحديقة كأنها jungle يعني غابة فبنقول looks أنا تبدو they open the window change into the passive يعني نحولها إلى مجهول نقول أول شيء the window أكتب هنا the window طيب كيف زمن الفعل هنا عندنا ماضي فبقول يا was you were صح هنا the window مفرد بقول the window was opened هو أساسا الفعل مصرف opened بين الأفعال المنتظمة فيها ed the window was opened اللي بعدها cheetah is fast elephant compare يعني نقارن فبقول cheetah is faster than elephant إن cheetah أسرع من elephant نضيف للصفة er ولازم than آخر فغرة عندنا number three the white suitcase يعني الحقيبة اللي لونها أبيض is big black suitcase يعني هي كبيرة مثلها مثل الشنطة السودة فبنكتب هنا عندنا الصفة وهنا عندنا as 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 big as